أهلا بكم مشاهدين نتابع وإياكم في هذه التغطية المتواصلة من العربية سماء لبنان تزدحم بالمقاتلات معلنة أن الحرب قد بدأت مئات الضربات الإسرائيلية دوت في أرجاء الجنوب والبقاع ومناطق أخرى بوصلة الغارات الإسرائيلية توجهت نحو العاصمة بيروت أيضا بضربة محددة الهدف المستهدف قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كاركي الذي أصيب ولم يقتل إجمالي الغارات بلغ نحو ألف ومائة بحسب مراسل العربية وتوزعت على بلدات في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى لبنان إذن تحت وطأة تصعيد خطير والكل يحذر من عواقبه الوخيمة على المنطقة هاي تحت البيت عنا هاي تحت البيت عنا يا جماعة من هون صبر العبد صبر العبد لأنه تدخني طلعت من هونيك هاي تحت البيت عنا حصوين كيفك؟ شو هي يا عمد؟ قاني فلات والله بيصير بيصدقان شو هي؟ اه؟ قاني فلات لزلت مرضي عشان أحبله اه؟ مش عارف والله إيه لي جرافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو دعا اللبنانيين للابتعاد عن أماكن وجود أسلحة الحزب وقال إن عودتهم ستكون بمجرد تجبير سلاح حزب الله لدي رسالة إلى الشعب اللبناني إن حرب إسرائيل ليست معكم بل مع حزب الله لقد استخدمكم حزب الله لفترة طويلة كدروع بشرية لقد وضع صواريخ في غرف معيشتكم وصواريخ في مرآبكم هذه الصواريخ والقضائف موجهة مباشرة إلى مدننا ومواطنين للدفاع عن شعب ضد ضربات حزب الله يتعين علينا أن ندمر هذه الأسلحة ابتداء من هذا الصباح حذركم جيش الدفاع الإسرائيلي بالابتعاد عن الخطر أدعوكم إلى أخذ هذا التحذير على محمل الجد لا تسمحوا لحزب الله بتعريض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر لا تسمحوا لحزب الله بتعريض لبنان للخطر بمجرد انتهاء عمليتنا يمكنكم العودة بأمان إلى منازلكم في حين كشف وزير الصحة اللبنانية في رسلا بيضان الغارات الإسرائيلية استهدفت نازحين وتواقم الإسعاف ومراكز طبية واستهدفت كمان الاعتداءات سيارات الإسعاف ومراكز طبية وسيارات أطفاء وحتى استهدفت كذلك سيارات بعض النازحين أو قوافل سيارات النازحين اللي كانوا ينزحوا من المناطق إلى مناطق أكثر آمنة الضربات الإسرائيلية على لبنان تسببت بمقتل ثلاثة من قيادات حزب الله الدينية بحسب ما أفدت به مصادر العربية وأوضحت المصادر أن القيادات الدينية المستهدفة هم علي أبورية وأمين سعد وعبد المنع من هنم أما الضربات الضحية الجنوبية ووفقا لمصادر العربية فالمستهدف فيها هو علي كاركي القيادي بالحزب وبحسب المصادر ذاتها فإن كاركي هو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله قال حزب الله لاحقا إنه بخير وفي مكان آمن حاليا معنا من حيفة زياد حلبي مدير مكتب العربية في فلسطين أهلا بك زياد آخر التطورات الميدانية أولا إسرائيل شنت أكثر من 3300 غارة على الأقل إلى على مواقع في مجمل لبنان وفق معطيات الجيش الإسرائيلي قبل بعض الوقت أقر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسا ليفي خططا إضافية للهجوم الذي تشنه إسرائيل والذي أصبح اسمه اعتبارا من اليوم سهام الشيمال هكذا أطلق عليه الجيش الإسرائيلي على العملية الموسعة التي يشنها على لبنان وعلى المقلب الآخر مئات الصوريخ حوالي 300 صاروخ سقطت أو أطلقت على إسرائيل في الجليل الأعلى والأسفل طبرية وهنا في حيفا ثلاث مرات تم الاستهداف في هذه المنطقة أساسا لمجمع رفائل للصناعات العسكرية رأينا ثلاث عمليات اعتراض أطلقت فيها أكثر من 100 صاروخ اعتراض في هذه العمليات في حيفا أحد الصواريخ مع ذلك سقط في حينفي شأنان القريب من هنا في مدينة حيفا حاليا في إسرائيل يخشون بأن الأمور ما زالت عمليا يمكن أن تتفاقم على جانبي الخط الأزرق بمعنى يمكن لحزب الله أن يوسع المدى وأن يستخدم أسلحة لم يستخدمها مسؤولون قالوا لدعوة أحرنوت قبل بعض الوقت أن إسرائيل وحزب الله عمليا لم يستخدموا ما لديهما من تصايد وإمكانات عسكرية في إشارة إلى الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله وإشارة إلى ربما هجمات إضافية إسرائيلية قد تشن نعم لكن عمليا ما الذي أحدثته لسهدفات حزب الله ضد إسرائيل حتى الساعة استهداف قاعدة رماد دافيد تم بعشرات الصواريخ كان هناك إصابات وهذا تكرر الأمس واليوم عمليا في أيضا حوالي عشرة أماكن سقطت الصواريخ لم تفلح القبة الحادثية في اعتراضها كان هناك أضرار مدية كان هناك خمسة مصابين في منطقة حيفا ومرجب العامر في الاستهدافات الأخيرة هل تسمي إسرائيل في إطار أنها إضافة للتسمية التي أعطيتها لنا قبل قليل ولكن هل تسميها بأنها عملية ستكون موصفة بأنها محدودة أو ذات أفق معين أو أمد زمني معين أو ذات أهداف معينة وتنتهي أو أنها جزء من بداية حرب شاملة أو قد تتطور إلى حرب شاملة وهل ربما تكون معنية أيضا إسرائيل بدخول بالاجتياح بريا لا يبدو ذلك الآن بالنسبة للتسمية ليس من باب المصادفة أن التسمية هي عملية وليست حرب ولهذا يريدون أن يبقوها في هذا الإطار أنها عملية صحيحة غير مسبوقة في هذه الحرب بين إسرائيل وحزب الله 1300 غارة دمار هائل في لبنان وما إلى ذلك لكن حاليا يطلقون عليها عملية هناك ضغط أمريكي كبير جدا على إسرائيل لمنعها من التفكير في شن عملية برية في مجمل الأحوال الآن القوات الموجودة في المنطقة الشمالية غير كافية لشن عملية برية حتى محدودة تجاه الليطاني تحتاج إلى فرق إسرائيل أكثر كي تكون على استعداد لتنفيذ هذا الموضوع وبالتالي الآن هي أطلقت يد سلاح الجو بالكامل فيما يتعلق بالاستهدافات في لبنان وتغيرت قواعد الاشتباك بين الجانبين أيضا بشكل كبير في لبنان القصف بات في الشمال في البقاع في بيروت وفي الجنوب بطبيعة الحال على المقلب الآخر أيضا في الجليل بأكملة طبرية وأيضا بالإضافة إلى حيفا حاليا هذه التغيرات التي تم رسمها في اليومين الماضيين شكرا جزيلا زياد حلبي مدير مكتب العربية في فلسطين من حيفا تحياتي إليك ماذا جرى في الساعات الأخيرة من عمري هذه العملية حتى الآن كما توصف عبدالجليل مسعي معه المزيد من التفاصيل عبدالجليل نعم طهر مثل ما ذكرت الآن ندخل مرحلة جديدة من الحرب بعدما شاهدناه من استهداف دقيق لقادة وعناصر وحتى جنود احتيات حزب الله الآن نشاهد مرحلة جديدة مثل ما قال الجيش الإسرائيلي وهي ضرب كل البنية التحتية وأيضا مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله البداية كانت بغارات جوية حسب المصادر الإسرائيلية أيضا تتحدث عن 150 مقاتلة شاركت في الغارات الجوية حتى الآن نتحدث عن مقاتلات أف خمسة عشر مقاتلات سيادة الجوية نتحدث عن مقاتلات شبحية أف خمسة وثلاثون وهي هدفها الرئيسي هو حمل ذخائر قادرة على خرق التحصينات وأيضا ضرب مخازن الأسلحة هذه المرة شاهدنا الكثير من البلدات التي تعرضت للهجوم من الصعب جدا ذكر أي بلدة في الجنوب أو في النباطية لم تتعرض للهجوم أو ربما لم يكن فيها هدف لحزب الله تعرض للهجوم في نهاية المطاف إسرائيل هذه المرة استهدفت مناطق جديدة نتحدث عن الاستهداف الكبير وليست الضربات المحدودة نتحدث عن البقاع أين حددت إسرائيل مناطق آمنة يجب اللجوء إليها ومناطق قد تتعرض للقصف والضربات بالتأكيد أيضا نتحدث عن النزوح نزوح الآلاف أو ربما عشرات الآلاف من اللبنانيين على العموم ناحية بيروت من الجنوب أو نحو الشمال في حالات أخرى ولكن الذي شكل ربما مفاجأة هو عودة إسرائيل في خضم هذه الضربات المكثفة إلى استهداف القادة في جنوب بيروت استهداف القادة نتحدث عن علي كاركي الذي قالت مصادر بأنه أصيب ولكنه لا يزال على قيد الحياة بالعودة إلى الحرب الهجينة ربما التي شنتها إسرائيل على حزب الله منذ أيام كان هناك أيضا رد فعل من حزب الله الذي حاول استهداف مناطق جديدة هذه المرة ربما الصواريخ وصلت لأول مرة إلى تل أبيب وأيضا وصلت إلى قرب مطار بن جوريون وهذه ربما تحصل لأول مرة بعدما كان حزب الله يركز على ضرب الجليل الأعلى بالتحديد لكن بالنسبة للاستهداف الأخير الذي استهدف القادة نشاهد بأن الرعيل الأول أو القادة الكبار الذين يشكلون القوة الضاربة لحزب الله تم اغتيالهم جميعا الآن وكان آخرهم إبراهيم عقيل اليوم الجيش الإسرائيلي أكد بأن رد الفعل البطيء في وجهة النظر الإسرائيلية لحزب الله لحد الآن تعود إلى أن اغتيال إبراهيم عقيل لا يزال يشكل صدمة ولم تستطع قوات حزب الله وخاصة قواته الهجومية أو قوات النخبة الرضوان من التصدي لهذه الصدمة وتشكيل هجمات منظمة على إسرائيل اليوم وبعد تعيين شخص جديد في حزب الله نحن نتحدث عن علي كاركي لأن من الكصورة مؤكدة له حاليا يقال بأنه استهدف وبالتالي من الممكن أن يكون مصاب حسب الكثير من المصادر وبالتالي فهو خرج عن الخدمة حاليا ففي هذه الحالة أصبحت عناصر قليلة جدا لا تزال في بنك أهداف إسرائيل الآن بعد اغتيال فؤاد شكر وإبراهيم عقيل والعديد من العناصر وبالتالي ربما نحن نشاهد عملية دقيقة لا تزال متواصلة لاستهداف قادة حزب الله وأيضا في نفس الوقت هناك عملية قوية بنك أهداف كامل تمتلكه إسرائيل لأماكن يحتمل أنها مخازن للسلاح في جنوب لبنان وغيره وبالتالي كان هجمات ربما 300 غارة وأكثر من ألف هجوم بالسواريخ على مناطق متفرقة والعمليات لا تزال مستمرة إلى حد الآن الطهر يعطيك العافية عبدالجليل على تجميع كل هذه المعلومات المهمة حول ما يجري ولكن يبقى السؤال هل يعاد سيناريو التواغل البرية الذي قامت به القوات الإسرائيلية في غزة هل يعاد تنفيذه في جنوب لبنان امتد لهيب المواجهة الجوية من سماء غزة إلى لبنان وإسرائيل رشقات صاروخية وقصف متبادل خلف هذه المشاهد لكن ماذا عن المواجهة البرية؟ مع إعلان إسرائيل عن مرحلة جديدة في الحرب حشدت قواتها ودفعت بتعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان الهدف المعلن إعادة عشرات ألاف الإسرائيليين إلى تجمعاتهم السكنية التي نزحوا منها على الحدود الشمالية أما الهدف غير المعلن بحسب محللين فهو إعادة إنشاء حزام أمني يمتد على عمق أميال داخل الأراضي اللبنانية على غرار عملية الليطان عام 1978 واجدياح لبنان عام 1982 في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعدكم أنه سيفهمها ونحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها أو إطلاق النار على مدنها ونحن لن نتسامح مع ذلك أيضا سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله توعد إسرائيل بحزام أمني من جهنم كما وصف وسيناريو مشابه لما حدث عام 2006 عندما واجه مقاتلو الحزب دبابات الميركافة بصواريخ مضادة للدروع إسرائيل تضع في الحسبان أن أي توغل بري سيكلفها الكثير فعلى مدار أشهر أعد حزب الله تضاريس جنوب لبنان الجبلية والساحلية للتصدي لأي توغل بري وهو ما قد تواجهه إسرائيل بسياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في غزة معنا في الستوديو مستشار العربية لشؤون العسكرية والتسلح رياض قهواجي أستاذ رياض أهلا بك أريد أن أبدأ معك بالضربات التي تلقاها الحزب قبل بداية هذه العملية اليوم لنقول هل تضح أنه تمكن من استيعاب هذه الصدمات المتكررة غير المسبوقة التي قالت إسرائيل أن حزب الله لم يكن ليتخيلها قدرة الاستيعاب لحد ما لأن حرب قائمة أولا كان هناك ضربة لجزء من منظومة الاتصال جزء التي تتأثر بها منظومة القيادة والسيطرة ومن ثم تلذلك الضربة الأقوى والتي هي القضاء على قيادة قوة الردوان بالكامل هذه القوة التي تعتبر رأس الحرب في أي عمليات هجومية أو دفاعية للحزب ميدنيا الضربات المتتالية هذه الغرارة بهذا الكم الكبير منذ بضعة أيام واليوم تحديدا هي أيضا تؤثر بشكل كبير على موضوع الترسانة من ناحية مخازن أسلح من ناحية منصات إطلاق صواريخ هناك بعض الضربات التي عبر الفيديوهات شهدنا أنها كانت بالفعل إصابات ناجحة من جانب الإسرائيلي لمنصات كانت فعلا منصات أو كان هناك أيضا مخازن أسلحة شهدناها تتفجر إنما جزء كبير من الاستهدافات اليوم كانت بهدف الترهيب لدفع الناس بالنزوح بشكل كبير لخلق أزمة للحزب أزمة مواصلات أزمة التعامل مع ألاف النازحين إن كان من الجنوب أو حتى من البقاء وبالتالي عشرات الألاف في بلد وضعه الاقتصادي سيء يستهدف أيضا مناطق ذات الاقتصارية الشعية أي البيئة الحزب بشكل أساسي وبالتالي هذه الأمور كلها لابد أن تضغط على استعدادات الحزب عسكريا طريقة التعامل معها من بضعة أيام كان الحزب يتعامل مع موضوع البيجرز والوكي توكي والأخير واليوم يتعامل مع موضوع حرب شاملة حملة جوبية شرسة وزيادة اليقين أو الاعتقاد بعملية برية متوقعة وبالتالي هل سيكون مضطرا لاستخدام طاقة أكبر على الأقل في هذه الحرب إذا لم يعلن حربا شاملة هناك قيادات جديدة استلمت مؤخرا حديثا هذا الموضوع هل هذه القيادات كفؤة بما فيه الكفاية هل استطاعت ملء الفراغ بسرعة يعني بيوم أو يومين استلم القيادة وعليها أن يمارس مهام الأرض هذه جميع أسئلة جدا مهمة نحن لا نعلم حتى الآن تحديدا مدى الضرر يعني اليوم هناك تساؤل لماذا حجم هجمات حزب الله الصاروخية محدودة هل هذا بسبب انتكاسة في قدراته وقدراته النارية أم هذا متعمد من جانب الحزب يحاول أن يقنن عملية عملية الاستهداف لا يريد أن يستخدم ترسالته يعني كلها دفعة واحدة هل هو يخشى من أن هذه الحرب قد تطول كما جرى في غزة وبالتالي يصبح مخزونه في خطر خاصة مع أن إسرائيل دمرت كما نعلم منشأة مصياف التي كانت تنتج صواريخ لحزب الله الطرق الأمداد من سوريا من العراق اليوم مهددة نتيجة الضربات الإسرائيلية وبالتالي على الحزب أن يقنن من استخدامه لهذا الصواريخ نضيف إلى ذلك هو طريقة إدارته لهذه المعركة لأنه بالأخير هناك أمور سياسية هناك ارتباطات سياسية وإقليمية تأخذ بعين الاعتبار في إدارة هذه المعركة هل الحزب سيجد نفسه مضطرا للتخلي عن ربط الموضوع الدبلوماسي بملف غزة والاتجاه للوصول لحل دبلوماسي للجبهة اللبنانية لينقذ جبهته لينقذ مخزونه لأن الحزب اليوم أمام خيارين إما أن يبقى متمسكاً بربط ملف لبنان بغزة أو يضحي مقابل التضحية بترسنته أو يحافظ على قدراته العسكرية ويذهب إلى حل دبلوماسي هذا الخيار الذي يجد أمام حزب الله اليوم وعليه أن يختار إحدهما وطبعا هناك تأثير ودور للرأي الإيراني في نهاية المطاف يعني كيف ستجد إيران مصلحة لها هل إيران ستضحي بالجبهة الشمالية لإسرائيل يعني وجود لها قوة على الجبهة الشمالية لإسرائيل بعد أن خسرت الجبهة الجنوبية مع الضرر الذي لحق ببنية حماس العسكرية في غزة هذه جميعها تصب في خطوات حزب الله اليوم وتدارك الأمر إنما بلا شك حزب الله تلقى ضربات تؤثر حتماً على طريق إدارته للمعركة في هذه المرحلة خاصة نحن في الأيام الأولى الآن شكراً جزيلاً لك أستاذ رياد قهواجي المستشار العربية لشؤون العسكرية والتسلح شكراً يا أخوان في جراحة في إطلة عطالي أكبر حتى في إطلة وجراحة إصعاب غارة هالبنية هلأ هي عيد الضربة دون أبوان على سيحة الغزية عنا الزمن على الآن هيداً تأثير الحرب الإسرائيلية على لبنان أثارت خشية من بعض المواطنين لجهة إمكانية اتساعها وانعكساتها نحن من الأساس عم نقول ما بدنا حرب سمحت السيد قال نحن ما بدنا نقصف المدنية عم نقصف يعني مراكس العسكرية ولكن هن مجرمين مجرمين غدرين ما بيخافوا الله اتخطوا خطوط الحمر يعني تجاوزوا كل خطوط ونحن ما نقول نحن مش أحسن من هالشهداء اللي عم بيروحوا ونحن منهم منهم وفيهم نحن ضد الحرب بالأول نحن ضد الحرب ومقاسة بقاش فيها نحمل أنا عطشة إجربة انفجار المرفع فيه تخوف أكيد فيه تخوف لأن اليوم فيه فعل وردت فعل لأن في حال حزب الله عمي عملية كبيرة بتجد دم الإسرائيل إنه ما متحمل وترتفع في هذه الأثناء أعداد قتلى الغارات الإسرائيلية في لبنان إلى 492 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية إضافة إلى 1645 جريحا إذن الحديث الآن من وزارة الصحة اللبنانية عن 492 قتيلا إضافة إلى 1645 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان ماذا الآن عن حركة طيران في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت محاسن مساء الخير مساء الخير طاهر حركة الطيران شبه معدومة وخطوط جوية عالمية أوقفت رحلاتها إلى لبنان وفي المنطقة حتى مع ارتفاع حدة التصعيد بين حزب الله وإسرائيل باتت الأجواء اللبنانية تخلو من الطائرات المدنية وكما نشاهد على موقع فلايت رادار المنطقة هنا معظم الطائرات المدنية تجنبت الأجواء اللبنانية وباتت هذه المنطقة شبه مغلقة إلا من المقاتلات العسكرية الإسرائيلية التي تحلق فوق الأجواء اللبنانية وبطبيعة الحال تراجعت حركة مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت وأوقفت أربع عشر شركة طيران أوقفت رحلاتها وتراوحت هذا العدد بما يقدر بين الثلاثين إلى أربعين في المئة أبرز هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها كانت الخطوط الجوية السعودية والكويتية واللفتنزة الألمانية وحتى الخطوط الجوية السويسرية والفرنسية وغيرها شركة طيران الشرق الأوسط تقوم الآن بسد هذا الفراغ الحاصل مع توقف بعض الشركات عن القدوم إلى لبنان لتسير الميدل إيست رحلات إلى كل الخطوط والوجهات وفيما يتعلق بموضوع الطيران عبر مطار بيروت رفيق الحريري الدولي فإن الأمور تسير كل يوم بيومه بحسب السلطات وذلك بحسب التطورات والمعلومات الأمنية التي على أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسيرها بحسب السلطات المعنية ما جرى اليوم ويجري في لبنان يجعل من سيناريو غزة يلوح في سماء لبنان كمية الغارات الإسرائيلية التي طالت قرى لبنانية تذكر الجميع ببداية القصف الإسرائيلي على غزة الذي تل السابع من أكتوبر في سيناريو غزة استمرت الغارات الإسرائيلية عشرين يوما قبل بدء التوغل البري والاجتياح الذي بدأته إسرائيل يوم السابع والعشرين من أكتوبر السؤال هو هل سيتكرر السيناريو نفسه في لبنان الأمر ليس مستبعدا خصوصا وأن عدد القتلى وصل الآن كما قلنا قبل قليل إلى أربعمائة واثنين وتسعين قتيلا وأكثر من ألف وستمائة وخمسة وأربعين جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الاختلاف بين غزة ولبنان يكمن في أن سكان القطاع لم يجدوا طريقا للهرب سوى المناطق التي تستهدفها إسرائيل بينما في لبنان النزوح من القرى الجنوبية ومن الضاحية يكون نحو بيروت ومدن الشمال والشرق اللبنانيين التي لم تتعرض للقصف معنا في الستوديو سيد محمد علي الحسيني أمين نعم المجلس الإسلامي العربي أهلا بكم معنا سمحت سيد معنا من بيروت الباحث السياسي دكتور مكرم رباح أهلا بك معنا دكتور مكرم مرة جديدة أهلا فيك أبدأ معك سمحت سيد إذن كنا نتحدث مع الأستاذ رياد قهواجي قبل قليل عما إذا كان حزب الله قد تمكن من استيعاب حجم وهول الصدمات التي تلقاها حتى الآن من الضربات التي تلقاها قبل اليوم وهذا اليوم العنيف والأعنف اللي شاهدوا لبنان للأسف وصل عدد القتلى إلى نحو خمسمائة الآن في يوم واحد هل تمكن حزب الله باعتقادك من أن يتلقف ذلك من خلال التعيينات المستمرة لديه هل هيكلية لا تزال تعمل كما هي التراتبية التي تعرفها لا تزال تعمل كما هي الطاقة التي يعمل بها من خلال أجهزته ترسامته أسلحته لا يزال يعمل كما كان أو كما كان يريد نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى سائر المشاهدين أولا اسمح لي أن أتقدم بالتعازي لكل الضحايا ونترحم عليهم وندعو لكل الجرحة في لبنان المواطنين بشفاء العاجل حقيقة ما تعرض له حزب الله نكسة وكاسرة للظهر لأن الصف الأول من ناحية العسكرية والأمنية فضلا عن رأس الحرب في القوة الخاصة في حزب الله والذي كان ينبغي كما يقولون أن يذهبوا إلى الجليل ويقتحموا الجليل بأن هذه المجموعة بما تمثل من قيادات عسكرية وأركان وأمنية تعرضت للاغتيال والاستهداف وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حالة ضعف ووهن وخاصة أن هناك معنويات جدا منهارة ولكن أود أن أؤكد بأن هناك انهيار للثقة ما بين هؤلاء القادة وما بين الجنود والقاعدة الشعبية باعتبار أن الهدف الكبير هو أن يكون هناك اختراق وتغلغل وأن هناك لا يوجد ثقة ما بين المسؤول وما بين العنصر هل هناك اختراق هل أن هذا إلى هذا الحد إلى هذا الحد وأكثر يعني ليس بس اختراق تقني عبر الوسائل التي تستخدمها أضعف بينهم أنفسهم كقيادات وكعناصر صحيح وهذا جعلهم بحالة ارتياب توتر دائما السؤال التأكيد من التوجيهات فبالتالي اليوم حتى الساعة حزب الله لم يستطع أن يرمم البنية التنظيمية في الداخل لما تعرض له خلال هذه الأيام خاصة أن مثلا لديك أكثر من ألفين من المسؤولين الذين تعرضوا للعمى أو تعرضوا للإصابات المباشرة من خلال الأجهزة اللاسلكية أو من خلال البيتجر ففضلا عن أن النكسة الكبيرة بأن كل المجموعة التي قال عنها السيد نصر الله بأنه سوف يجتمع مع مجموعة خاصة ثقة بأن تم القضاء عليها في ضربة واحدة وهذا هنا السؤال بأن كيف يمكن لهذه قيادة الأركان رأس الحرب في حزب الله أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد في توقيت واحد وأيضا يتم القضاء عليهم في نفس الوقت فنعم أقول بأن التنظيم العسكري والأمني داخل حزب الله يعاني الآن من حال التشتت من حال الضياع من عدم الوثوق من جميع أجهزة التواصل سواء الأرضي أو سواء الاتصالات على ما كان يراهن الحزب أنت ظهرت معنا سمحت سيد قبل شهر ونصف وقلت بأن هناك أسلحة غير تقليدية ستستخدم في هذه الحرب القادمة وعلى حزب الله أن لا يستهين بهذا الموضوع وأن يدرك جيدا حجم المعركة التي هو مقدم قادم عليها أو إسرائيل ستشنها عليها نعم كان يراهن على الاستخفاف استخف بالإسرائيلي ولم يراعي بأن هذا الإسرائيلي منذ 2006 إلى اليوم يحضر ويجهز ويستعد ويدرس أين خاب أين أصاب أين نقاط الضعف أين نقاط القوة وهو يرسط كل ذلك فحزب الله ظن بأن لديه بعض الصواريخ الدقيقة بأن يمكن أن يكون رادع ومدافع ولديه بعض المسيارات ويعتقد بأنها تصل إلى آخر النقب وبأن سوف يستطيع أن يردع إسرائيل من خلالها وهذا هنا الخطأ أو المقتل يقال بأن لكل عالم هفوة وهذا الموضوع بأنه صار وحصل هل هناك ما يثبت عدم صوابية ذلك عدم وجود هذه الصواريخ عدم لا موجودة هي موجودة ولكن هي ليست مانع وليست مؤسرة وبالتالي اليوم أنت فقدت القيادة والسيطرة واليوم أنت أصبحت المشكلة داخلية معنويا هذا العنصر الذي يريد أن يقاتل أو الذي يكون على الجبهة لا يعرف من يعطي له الأوامر لا يعرف كيف يأتي الاتصال لا يعرف من يكون له مراقب حتى الأجهزة التي معه فجرت حتى المسؤولين الذين كانوا يتابعوا انتهوا ولا يوجد هناك من يأتي كنائب أو يتصدى لأن كل المجموعة القتالية الكوادر الموكل لهم هذه المهام والذين هم كانوا كما عبر السيد في كلمته الأخيرة بأن اللجنة أو المجموعة الثقة تم إنهاؤها واغتيالها وبالتالي هذه ضربة قاصمة للظهر أعتقد حزب الله حتى الآن لم يستطع أن يقوم منها وأنه يعاني أولا بالاتصال حتى نؤكد على ذلك بأن محاولة اغتيال الحج علي كاركي اليوم أبو الفضل يأتي للتأكيد بأن هناك اختراق واختراق عميق جدا داخل الصف الأول بالحزب وليس عناصر عادية وبالتالي عليه أن يراجع كل مجلس الشورى عليه أن يبدأ التحقيق وخاصة المعنيين بالحماية والتواصل والذين على علم والطلاع بأوقات الاجتماعات والتنقلات والبيت الآمن حتى يفهم ما يقلل قيادات صف أول تكون مخترقة هناك أسباب كثيرة هناك أسباب كثيرة لا داعي أن يكون هناك أسباب مالية هناك أسباب نفسية هناك أحقاد داخلية بالنتيجة حزب الله كأي حزب أو كتنظيم فلديه مشاكله الشخصية ولديه أيضا نقاط ضعفه وهذا الجسم الكبير الذي نحن نرى تبين أنه بخلال ساعات أن هذه القوة المدعات استطاع الجيش الإسرائيلي أن ينهي عليها أكثر من الأهداف والمخازن لكن نقول نحن على المستوى البنية النفسية والعقائدية والفكرية بأن حزب الله هو حزب كما قال السيد نصر الله ولا زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات ما رأيناه هو زمن الانتصارات زمن الانهزامات والأمر أكثر من ذلك تبين لنا ولكل لبناني ولكل من يدعي خاصة إلى أهلنا وأخواننا في الجنوب الذين اليوم نزحوا بالآلاف خلال ساعات رأيناهم وقلوبنا معهم بأنهم تركوا البلاد وتركوا كل ما لديهم وتوجهوا نحو بيروت لم يستطع السيد حسن نصر الله بما يملك من صواريخ وأدات وإمكانات وترسن من الطائرات والأسلحة أن يحمي الجنوب فما بالك لبنان فنحن اليوم نتكلم بواقعية بتحليل نريد أن نضع النقاط على الحروف أنا قلت له لا تقول غدا لا أعلم أو لم يخبرني أحد أنا أخبرتك ومن هذا المنبر وأمامك من شهر ونصف وقلت له بأن هناك تحول كبير في المنطقة أعلم بأن هناك أسلحة غير تقليدية وهو ظن أن انتهى الأمر عند البيتجير أو عند وسيلة الاتصال اللاسلكي هناك الكثير فلينتبه إلى سيارات مسؤوليه وينتبه إلى اللابتوبات وخطوط الأنترنت وينتبه إلى ما هو في الداخل استطاعت التكنولوجيا الإسرائيلية المسيطرة أن تصور وأن تسمع وأن تحدد اللوكيشن وأن تعرف كل من يتحرك بسواني هناك تفوق كبير علينا أن لا نكابر علينا أن نكون نحن بمنطق وبحكمة وتعقل ونحلل الأمور هناك تفوق أيضا من ناحية الجو اليوم خلال بضع دقائق لبنان كله فيه طائرات من مختلف الأف 15 و16 و38 وما شابه ذلك أكثر أكثر حالة غارات في نفس السواني إلى الأهداف أكثر من 200 هدف في نفس اللحظة هناك تفوق جوي فضلا عن المرمى بأن هناك إعداد واستعداد وتحضير للجيش الإسرائيلي على مستوى البر فإذا لم يقتنع أيضا على مستوى الجو هناك تحضير للدخول البري إلى مرتفعات جنوب لبنان وهذا ما نحن لا نريده ولا نحبه فعلينا أن ننطلق إلى حالة الوعي والحكمة وندرك بأن هناك خسارة وقعت وعليك أن تلتزم بها ونعود إلى ما ينبغي علينا أن نعود ونسلم هذا الجنوب إلى الجيش اللبناني حصرا وبيده الأمر سأعود إليك سمحت سيد دكتور مكرم رباح هل دخل لبنان اليوم مرحلة غزة أخرى قبل ما أعطيك رأيي بهذا الموضوع بس العائب على شي كما أقول تفضل أنا هنا لا أعتقد بأن المشكلة هي مشكلة تقنية أو مشكلة عدم تسليح كافي وهنا أعتقد من اللحظة الأولى بأن الشعب اللبناني وحتى الغرب قد بالغ بدرجة تسليح حزب الله حزب الله في آخر المطاف ينتمي إذا هذا المحور ينتمي إلى القرون الوسطى فيما يتعلق بالحرب والقتال بالإضافة إلى ذلك أعتقد بأن الوقع الحقيقية لحزب الله ولمحور الممانعة هو سقوط السردية الذي تقول بأن هذا السلاح قادر على أن يحمي لبنان ويحمي الشيعة بشكل عام رأينا بأن حزب الله وحسن صلى الله لا يستطيع أن يحمي العناصر الذي ينتمون إلى هذا التنظيم وهو لم يستطيع أن يحمي لبنان الذي استطاع بشكل ممنهج أن يعزل لبنان عن بيئته بالإضافة بأن السقطة الكبرى أعتقد والخطيئة الكبرى هو قتال حزب الله في سوريا أن نعي وصور هؤلاء القادة من حزب الله كلها في سوريا عندما قاموا بقتل أهل مضايا وأهل الزبداني وأهل القصير وهجروهم إلى البلدان المجاورة هنا السقطة الحقيقية هي للسردية التي تقول بأن حماية البلد هي عبر البندقية وليس عبر الاستفاف الداخلي والوحدة الداخلية فسبعة أيار وخلدي لأنه استخدم هذا السلح في الداخل اللبناني وفي خارج لبنان ومن بين ذلك سوريا إضافة إلى اليمن وغيرها دون أن يركز على تطوير هذه الترسانة الموجهة أصلا ضد إسرائيل 100% أجيبك على سؤال غزة هناك فرق كبير بينما يحصل في لبنان وما يحصل في غزة أن الإسرائيلي بإجرامه في فلسطين يعاقب الشعب الفلسطيني بأسره عبر الضرب العشوائي لأماكن مدنية يوجد فيها الحماس أما في لبنان فقد بدأ إسرائيلي بشكل ممنهج باقتناص قيادات حزب الله وللأسف بأن الخسائر الجانبية كانت تشمل بعض المدنيين وحتى الآن نرى بأن هناك أماكن آمنة وأماكن غير آمنة الأماكن الغير آمنة هي فعليا الذي حوله حزب الله لمخازن زخيرة ليس من التفصيل نرى بأن هذه الضربات مدنية نرى انفجارات وارتدادات عديدة وهذا شيء غير مسموح في حين أن جرائم إسرائيل هي جرائم حرب كذلك استعمال الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني كدروع بشرية هي جريمة حرب مسؤول عنها الإيراني وحسن نصر الله الذي عندما أعلن نصره الإلهي سنة 2006 اعتبر بأن هذه آخر مرة سيقاتل بها إسرائيل وتم تسليمه حماية الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ولكن حسابات السنوار وحسابات حماس خلت في كل محاولة إيران الاحتفاظ بالمنطقة وتكييش أو تحويل دماء العرب إلى مكاسب سياسية كما يحاول الآن الرئيس الإيراني أن يفعل في نيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة الذي قال أنه جاهزين أن نبدأ بالمفاوضات النووية اليوم وملف النووي دائما في أبصار وأنظار الجميع عندما يتعلق الموضوع بالفصائل الإيرانية في المنطقة وعندما يتعلق الموضوع بالمقارنة مع غزة إلى أي مدى تعتقد ما يعتقده البعض بأنه نحن دخلنا فعلا مرحلة الحرب الشاملة وأنه خيارات حزب الله لن تكون إلا تصعيد أكثر وليس أقل من ذلك سيد طاهر أنا كمؤرخ أعرف بأن البشر بشكل عام يحاولون العودة إلى الماضي ويحاولون أن يعيدوا هذه التجربة هنا أعتقد بأن الإسرائيلي يقوم بتدمير منطقة هي منطقة 17-01 وهو سيمنع دخول البشر إليها تحت فراضية بأنه يريد 17-01 وهنا استعمل عبارة يرددها الإسرائيلي يستطيع التحقق منها أي هم يريدون أن يكون هناك غطاء دوليا إن كان عبر الأمم المتحدة أو وجود جنود فرنسيين وليس من المفارقة أثناء إعطاء هذه المقابلة هناك أجهزة أمنية غربية وإقليمية ودولية تحاول أن تقول لحسن نصر الله يكفي أن الإسرائيلي سيستمر بإحداث هذا الضرر والدمار في حين لم تعلن بطريقة معينة بفصل الجبهات تنتهي جبهة غزة أن جبهة غزة انتهت والشعب الفلسطيني قد مات بسبب تخازل إيران الذي دعت بأنها ستدخل إلى جانب الفلسطين الفكرة بأن هذا الغزو البري الذي يراهن عليه حسن صلى الله ليعيد ترميم سرديته بفعل المقاومة أو استعماله لأسلحته البدائية لتدمير المدرعات لن تحصل الإسرائيلي يتمتع برفاهية خريطة للحمد النووي للتركيبة العشائرية لحزب الله والتركيبة الأمنية وليس من فارقة هنا بأن حزب الله قد قدع على كل جيل المؤسس حزب الله حتى كما ذكر مولانا بأن محاولة قتل أبو الفضل أبو الفضل وطلال الحمية هم الوحيدون المتبقيون من هؤلاء ما يطلق عليهم المؤسسون مما يعني بأن حسن نصر الله وحيدا كما هو وحيدا في عدم الإنصات للشعب اللبناني الذي تخلى عن حسن نصر الله عندما تخلى هو عن لبنان أعود إليك بعد قليل سمحت سيد هل هناك من قيادات دينية سمعنا اليوم عن مقتل ثلاثة من القيادات الدينية أربعة أيضا ما أهميتها في الحزب وما دور القيادات الدينية في إمكانية التأثير على القرار السياسي أو قرار الحرب بطبيعة الحال حزب الله هو حزب ديني وهو من حركات الإسلام السياسي وبالتالي من يتصدى والقائد له لا بد أن يكون من رجال الدين ورجال الدين لديهم تأثير كبير سواء داخل البيئة وسواء في المجتمع بشكل عام نعم اليوم نعم تم استهداف لأربعة منهم في بنت جبيل وفي تفاحتها وفي أيضا صديقين بقاطعك معرفة سمحت سيد بس نشير لعلى بعض المواقف الجديدة تفيدنا أيضا في الحوار الخارجية السعودية تقول أن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات في لبنان وتحذر من خطورة اتساع العنف وتضيف المملكة تحذر من الانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها إذن هذه آخر الأخبار العاجلة الواردة عن الخارجية السعودية إذن نحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والنأي بالمنطقة عن مخاطر الحروب هذه المواقف تريدكم انتباعا في شريط الأخبار العاجلة على شاشة العربية في هذه التغطية المستمرة عذرني على المقاطعة دائما المملكة العربية السعودية الشقيق الأكبر للبنان دائما في هذا الاهتمام والمتابعة وتريد أن يكون دائما لبنان بوضعه بسيادته بدستوره لبنان حر مستقل لديه الأريحية ولديه التقدم والتطور أن يكون لبنان كما كان لبنان نعم ولكن هي قلقة حقيقة على ما يجري على شعب لبنان وعلى لبنان التاريخي فمشكورة في هذا الموقف نعم نعم كنا نتحدث معكم سمحت سيد عن القيادات الدينية ومدى تأثيرها كنت تقصد ضرورة اتخذ القرار في مجلس شورى الحزب أو قلت أنا بأن حزب الله هو من الحركات الإسلام السياسي ومن يتصد في قيادته الجميع هم من رجال الدين وأن له دور مهم خاصة داخل البيئة والمجتمع باعتبار أن هذا الرجل الدين هو لديه قرية ولديه إمكانات ولديه مسؤوليات ولديه تأثير بشكل عام على المجتمع على المجتمع اليوم تم استهداف بعض منهم خاصة إمام بلدة بنت جبيل الشيخ أمين سعد وتم استهداف الشيخ أبو رية في في تفاحته والسيد أيضا صالح في تفاحته والشيخ عبد المنعم أيضا في صديقين فهذا طبعا من القيادات الدينية والخاصة التي لها مكانتها في حزب الله بخصوص يعني العلاقة مع إيران في هذا في هكذا وضع أريد أن أعود إلى هذه النقطة معك بعد قليل عندما يتعلق الموضوع بقرار السلم والحرب ومدى تأثير المفاوضات الإيرانية على القرار الحزب ولكن في موضوع القيادات الدينية أتابع الآن في ظهوركم السابق معنا تحدثتم عن بعض النواحي الشرعية في موضوع القتال ضد إسرائيل وما إذا كان القتال يعني بدفاعا أو هجوما يعني من النواحي الشرعية يختلف بالنسبة إليكم وبعض القيادات الحزبية الموالية لإيران أو لحزب الله تقول عكس ذلك أنه هذا يعني بالنتيجة تسميه جهادا الآن يعني عندما يكون لبنان أمام مثل هذه الضربات الإسرائيلية المتكررة أو حزب الله بشكل أساسي مع مناصره ما قولكم من الناحية الشرعية أولا طبيعي ينبغي أن نقول بأن من الناحية الشرعية أولا لا يجوز التترس خلف المدنيين مثلا إذا دققنا النظر في عملية الاستهداف يوم الجمعة لقادة قوات الرضوان كانوا تحت مبنيين في الضاحية الجنوبية يسكنهما مدنيين ولكن الاجتماع كان تحت المبنيين وبالتالي عرضوا المدنيين للخطر وللقتل وبالتالي للاستهداف فهنا على المستوى الشرعي لا يجوز فأنت مسؤول عن هذا الدم فأنت إذا كان لديك اجتماع اذهب إلى الجبل إلى الوادي إلى الكهف إلى المغارة فلا يجوز أن تعرض غيرك فأنت المسؤول الأول عن هذا الدم الذي سفك هذا أول من ناحية الشرعي فلا يجوز لك أن تترس يعني أن نحن أنت تتخبى وراهم تتمترس نعم الأمر الثاني على المستوى أيضا الشرعي أنت لا يجوز لك أن ترمي الناس في التهلك اليوم ما رأينا اليوم تهلك حقيقية لذلك على المستوى الشرعي ينبغي أن نسأل نسأل صاحب القرار السيد حسن نصر الله على أي أنت مبنى شرعي كان لك ارتكاز وتمسك وخرجت بأن يمكن أن تقاتل اليوم إسرائيل ويمكن أن تهدد إسرائيل وأنك تعرف مدى قوة وقهر وإمكانيات إسرائيل وبلغناك وتكلمنا وألقينا الحجة تلبدوا يا سعد غزة أهل غزة ينتظر من يساعده المهم اليوم على المستوى الشرعي هو أدخل الشعب اللبناني ولبنان في تهلك وهو يتحمل المسؤولية الشرعية المسألة الثالثة عندنا في الشرع في الفقه بأن إذا قام الأب أو أي شخص بأي عمل أرعن غير حكيم غير متزن غير عاقل فعلى العقلاء أن يوقفوا عن عمله بمعنى أن يحجر عليه مثلا إنسان عنده فلوس عنده مصاري بدأ يصرف يمين وشميل هذا عمل غير متزن فالشرع يجب أن يحجر عليه وأن يأخذ منه الأموال ويتحكم به سيد نصر الله اليوم على المستوى الشرعي ينبغي على الفقهاء أن يروا ويدققوا بأن ما فعله اليوم أولا في لبنان وفي الشعب اللبناني وبالأخص بشيعة لبنان اليوم تصور أستاذ طاهر أن أغلب الشيعة اليوم من الجنوب متجهين إلى صيدة بيروت لم يقدم يعني لم يقدم لهم أحد مثلا ما هذه تهلكة لأن الوضع في لبنان وضع مأساة ووضع اقتصادي تحت الأرض لا قدرة ولا إمكانية اليوم لنا بفتح أي حرب فأنت يا سيد أنت أرسلت الناس إلى التهلكة وتتحمل المسؤولية أنت رميتهم والأمر الأهم أن على العقلاء في لبنان وعلى العقلاء في الطائفة الشيعية وأنا أتوجه ليس إلى السيد الخامنة لأنه هو من من أوصل السيد حسن إلى هذا المقام إلى السيد علي السستاني في العراق أن يتم الحجر على السيد حسن نصر الله إيقافه لأنه هو المسبب الأول بتدمير البلاد وقتل العباد نعم ممكن هو مرجع الطائفة الشيعية وهو العاقل وهو الحكيم أن يطلق الفتوى كما أطلق فتاوى بهذا لأن اليوم هناك شخص يأخذ كل لبنان على التهلك على الهاوية وهناك شخص يعمل بما لا يرضي الله وبأن شخص هناك يتصرف تصرفات غير عاقلة تصرفات مجنونة فلا بد من أخذ الموقف الشرعي فضلا عن الموقف السياسي نعم هذه وظيفة المراجع الدينية خاصة في النجف ينبغي أن تصدر هذه الفتوى هذا منطلق الديني هذا من الناحية الدينية تابع سياسيا مع الدكتور مكرم من بيروت لأسأله إذا كان هناك عقلاء يعول عليهم في السياسة في الداخل يمكن أن يضغطوا باتجاه ما ممكن أن يوصل الأمور إلى تسوية ما حقيقة يتم العمل عليها أم أن لا صوت فوق صوت المعركة اليوم أعتقد أن ما وصل إليه الوضع في لبنان ليس بسبب فقط سلاح حزب الله الذي يؤتمر لإيران بل بسبب هذه اللعنة التي اسمها المذهبية في لبنان ونظام الطائفي الذي يسمح لشخص مثل حسن نصر الله وبكل وقاحة أن يحتكر القرار الشيعي ويقول أنا أحمي الشيعة وأتكلم باسم الشيعة وكما تعرف السيد صاهر بأن عبر السنوات كان هناك هذا الحلف الشيطاني بين السلاح وبين الفساد فاعتبروا بأن ترداد هذه المقولة بالمقاومة وكل ذلك من لا صوت يعلم عن صوت المعركة تسمح لهم بأن يتقاسموا مغانم السلطة في هذه المرحلة بالذات حزب الله قد استطاع أن يسخر كل الدولة لتكون خادما عنده وبالتحديد حكومة المقاة ووزير خارجيته علينا أن نذكر سنة الـ 2006 قد خسر حزب الله عسكريا في آخر أيام المعركة كان في وضع جدا دقيق ولكن تدخلت حكومة الرئيس السانيورة وذهب إلى نيويورك العظيم طارق متري وقام بمفاوضة المجتمع الدولي من أجل الاستحصال على السبتاع صفر واحد التي حافظت عاءة الوجه للبنان ولحزب الله ولكن للأسف هذا الرهان على أن الطبقة السياسية اللبنانية تستطيع أن تضع حد لحسن نصر الله هو شيء غير جدي وغير دقيق أنا لا أملك العمق الفقهي والعلمي كالسيد الحسيني ولكن بالعامية يقال بأن الغشيم خيء بن الحرام وهنا إن كان هناك غشمنة معينة من محور الممانعة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والفكرة الأساسية بأن الحرب ليست فقط سلاح بل هي جبهة داخلية مترصة وهذا شيء من اللحظة الأولى قلنا لا نستطيع أن نذهب إلى حرب مفتوحة إن كان لا نملك نحن رئيسا للجمهورية حتى جزيف بوريل وهوكستين عندما أتوا إلى لبنان قالوا للرئيس نبيه برري انتخبوا رئيسا للجمهورية رئيس الجمهورية وأعادة تكوين السلطة في لبنان هو أحد أهم الدروع لحماية لبنان ولكن كما تعرف استيس طاهر أن الطبقة السياسية اللبنانية هي لعنة بحد ذاتها وهي التي سمحت بتحويل هذا البلد لأن يصبح منصة إطلاق صواريخ للخامنئي ولحسن نصر الله تبقى معنا دكتور الخارجية الإماراتية أيضا تعبر عن بلغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان والمزيد من خطوط الطيران الدولية تلغي رحلاتها من وإلى بيروت اعتبارا من الرابع والعشرين من سبتمبر المزيد من الضغوط الدولية والإقليمية أيضا لمحاولة وقف هذه العملية أو منع التصعيد على الأقل كي لا تتحول هذه العملية الإسرائيلية إلى حرب شاملة على الجبهة اللبنانية تحدثنا سمحت سيد عن القيادات الدينية ولكن بالقيادات السياسية الأخرى غير المحسوبة على حزب الله غير المتعاطفة مع حزب الله والتي تعتبر معارضة لحزب الله أيضا في الداخل اللبناني إلى أي مدى ذلك الذي وصف ودكتور مكرم قبل قليل باللعنة على الشعب اللبناني إلى أي مدى تعتقد بأنه بعض القيادات السياسية الكبيرة في لبنان تتحمل أيضا مسؤولية كيفية التعاطي مع حزب الله في الداخل اللبناني حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه نعم مع الأسف لبنان اليوم رهينة ومأخوذ رهينة اليوم القوة التي يمتلكها حزب الله في الداخل وعلى صعيد الداخل استطاع أن يروض أكثر القيادات السياسية واستطاع أن يأخذ الحكومة بيد وأن يأخذ المجلس النيابي بيد وأيضا أن يتطور إلى أن يتجه إلى بعض المؤسسات وبعض القيادات التي يمكن أن يتحكم بها فجعل اليوم لبنان حقيقة رهينة لمصالحه يستخدمها ويمكن أن يردعها ويتصرف بها لذلك نحن عولنا منذ البداية أن يكون هناك موقف كبير وموقف حاسم وتاريخي ووطني لرئيس مجلس الوزراء السيد ميقاتي وأن يكون هناك للوزراء والنواب أن يكون لديهم موقف سياسي واضح وبالتالي ينبغي أن نرى بأن لبنان كله يتجه اليوم إلى دمار لبنان ليس غزة لبنان هذا البلد العميق التاريخي الذي يحتوي أنا لا أقول لعنة أنا أقول بلد الرسالة الذي فيه تنوع طائفي إيجابي من الثقافات مشهول لقيادات هذا ما يقصد الدكتور وما قال حرفيا وما عطت أن يكون الرديف لأن يكون هناك التنوع الطيب الفكري الإيجابي الثقافي نحن هذا نريده لا يمكن أن نتخلى عن لبنان الذي نعرفه ولبنان الذي يعشقه ويحبه العرب لذلك بلحظات يمكن أن يتحول لبنان إلى جحيم هذا غير مقبول فمن هنا على القيادات السياسية والقيادات أيضا الدينية والقيادات الأمنية حتى على مستوى قيادة الجيش ينبغي أن يكون لها كلمة حاسمة بأنني لا أسمح أن يقاد كل لبنان إلى الجحيم فلا بد أن يكون هناك موقف مسؤولية وطنية نتحملها جميعا اليوم لبنان في خطر كل لبنان اليوم ضربت قرطبة وضربت شمال وضربت شبيل اليوم لا يوجد أي منطقة في لبنان إلا ما تم استهدافها وقصفها وما بالك غدا لأن أعتقد ولدي معلومات بأن السيد نصر الله يحيط ضر ويجهز بإطلاق صواريخ دقيقة وسوف يتناول ويستهدف أطراف تل أبيب وبالتالي الإسرائيلي سيضرب أيضا سيضرب بيروت وسيضرب مطار بيروت وسيضرب طريق الشام وسيفصل لبنان عن غيره برا وبحرا بغض النظر عن التركيبة اللبنانية المتعددة طائفيا وسياسيا حتى لو كان الشخص مختبئ في السفارة الأمريكية حتى إلى هذا سيتم قصفه وقصده لذلك اليوم على قيادة الجيش مسؤولية وطنية لأنه ليس لدينا أي مؤسسة اليوم نحتمي أو نلتج إليها ونعتني ونثق بها إلا قيادة الجيش فاليوم مسؤولية كبيرة على قيادة الجيش أن تحمي لبنان أن تحافظ على لبنان أن تأخذ لبنان إلى بر الأمان فبالتالي القيادات السياسية والعسكرية وأيضا الأمنية أن لا يكون عصى طوع في يد حزب الله فلا بد أن يكون هناك موقف متمايز عن حزب الله عن خيارات حزب الله حتى يعرف السيد نصر الله بأن نحن لا نؤيده نحن لا نريد أن نمضي معه نحن لسنا معه بهذا الخيار المدمر للبنان والقاتل للشعب اللبناني فأنا جدا 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 حريص أن أقول الأمور بمعلومات نعم بحال تم قصف اليوم من قبل حزب الله بالصواريخ الدقيقة المحضرة بقرار اتخذه سواء قصف تل أبيب أو ما بعد تل أبيب فسيكون هناك رد كبير على مستوى كل المؤسسات في لبنان وهذا أنا ما أخاف عليه حقيقة نعم شكرا جزيلا لك سمحت سيد على وجودك معنا الليلة في هذه التغطية المتواصلة من العربية شكرا كذلك للدكتور مكرم رباح البحث السياسي من بيروت على وجودك معنا في هذه الساعة تحياتي إليكم مشاهدين الكرام زميل إبراهيم بدر يتابع معكم على رأس الساعة في هذه التغطية مساء الخير إبراهيم تفضل شكرا لك طاهر شكرا لك شكرا لك شكرا